كل من حجز مقعدا في هذه القاعة كان ممثلا عن وزارته في مكافحة الفساد وحماية النزاهة وقد حضروا مشاركين في ورشة بمتابعة هيئة النزاهة وإشراف الأمم المتحدة جميعهم يشكلون فريقا لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي شكلتها الحكومة الحالية لمراقبة عمل الوزارات وإيجاد المعالجات لاستئصال آفة الفساد والقضاء عليها قامت هذا الورشة بمتابعة هيئة النزاهة هم الورشة كانت حضور ممثلية الوزارات والفرق المختصة بتطبيق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد لبيان ظاهر ومخاطر الفساد في هذه الوزارات وبيان الإجراءات والبرامج والمدى الزمني للحد من هذه الظواهر إضافة إلى ذلك لبيان المؤشرات ارتفاع مستوى النزاهة وانخفاض مستوى الفساد وبيان نسبة مؤوية لمكافحة الفساد في الوزارات وتقييم أيضا هذه الوزارات لمكافحة للفساد بحث المجتمعون مع رؤساء الفرق الوزارية محاور عدة منها أعداد مبادرات لمعالجة مظاهر الفساد في المؤسسة الحكومية خلال العام الجاري مع أعداد خطط لعمل تلك الفرق التي سبق أن زارت أكثر من وزارة وقامت بتحليل البيانات وشخصة ملاحظات عدة تتعلق بالعمل ومسببات الفساد تأتي الورشة اليوم استكمالا وتكملة للورشة السابقة التي تعقدتها هيئة النزاهة لفرق العمل الخاصة بتطبيق استراتيجية الوطن النزاهة ومكافحة الفساد من عام 21 إلى 24 للوزارات الدولة والمحافظات كلية بالتعاون مع الـ UNDP تم تشخيص المخاطر والظواهر الخاصة بمحاور الفساد بكل استراتيجيات وضعتها الوزارة جميع فرق الوزارات والمحافظات المتعاونة مع هيئة النزاهة والأخص فريق النزاهة كل شي متعاون مع الجميع عندنا تنسيق مع هذه الدوائر التي تبنت موضوع الخطة والإشراف عليها كدارة البحث في هيئة النزاهة العامة وبإشراف أيضا ومتابعة ومحاضرات مستمرة لفرق خاصة من الـ UNDP وفقا لهذا المنهج إن شاء الله في طور إعداد المبادرات ومعالجة الظاهر الخاصة للفساد لعام 2023 وتنامى مؤشر العمل الرقابي في العراق خلال الأشهر القليلة الماضية عبر تفعيل مجسات النزاهة في كثير من المفاصل الحيوية في الدولة لكن الأدوار تبقى فقيرة بحسب مؤشرات مدركات الفساد الدولية قياسا بحجم هذا الملف الذي يعد من أكبر التحديات في المنهاج الحكومي ويتطلب صحوة اجتماعية إلى جانب المجهود الذي تبذله الدولة للقضاء على الفساد على الحديد قناة الفلوجة بغداد